اشتركوا في القناة لقد فرقوا نهر أراس وملؤوه بالرمل لم أكن أريد فراقك ففرقونا قسراً في هذا المعنى تصب أبيات الشعر التي صرح بها أردوغان شعر من قصيدة أراس أراس كان قد صاغها الشعر والصحف الأذربيجاني محمد إبراهيموف والذي كان يلقب نفسه بمحمد أراس نهر أراس الذي تدور حوله الأزمة ينبع من تركيا ويمر عبر أرمينيا وأذربيجان وإيران ويعتبر هذا النهر حدودياً بين باكو وطهران لذلك اشتعلت الأزمة باعتبار النهر يقسم الشعب الأذري في إشارة إلى المناطق التي تقطنها أغلبية تركية الأصل في الشمال الإيراني بينما يرى متابعون أذريون أنه ليس هناك أي معنى سياسي لترديد هذا الشعر وبأن أذربيجان بالفعل مقسمة إلى قسمين أحدهما في إيران وهذه حقيقة تاريخية بحسب قولهم تاريخياً توصلت إيران وروسيا قبل أكثر من قرن إلى معاهدة أطلق عليها أسم كالستان وهي في حقيقة الأمر اتفاقية على تقاسم الأراضي الأذرية فيما تعتبر بعض الأوساط الإيرانية بأن تلك المعاهدة تزعت الأراضي التي تشكل اليوم جمهورية أذربيجان لكن هذه القضية الحساسة لا تبدو مطروحة على المستوى الرسمي بين باكو وطهران حفيظة طهران من تصريحات أردوغان أثيرت مستندة إلى اعتبارات معينة من منظورها حيث تعيش في إيران جماعة كبيرة من السكان من القومية الأذرية وخاصة في المحافظات الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا والتي يفصلها عن أذربيجان نهر آراس الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركي وسلمتهم ذكرة احتجاجا على تصريحات أردوغان والتي اعتبرتها تدخلا في شؤون إيران الداخلية بينما وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف غرد على حسابه في تويتر قائلا لم يخبر أحد أردوغان أن القصيدة التي تلاها بشكل غير صحيح في باكو تتعلق بالفصل القسري لمناطق أراس الشمالية عن موطنها الأصلي إيران؟ وأكثر من ذلك فالمستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبدالهيان قال في تدوينة له إن تصريحات السيد رجب طيب أردوغان مدعاة للاستغراب والتعجب فاعتقد أن الرئيس التركي نفسه لا يعرف ما قاله لتتصاعد الاتهامات من قبل طهران بشكل أكبر بعدها وذلك ما دفع أنقرة للرد واستدعاء السفير الإيراني لديها معربة له عن استيائها من ادعاءات لا أساس لها سوى بث الكراهية لتركيا من قبل إيران معبرة عن عدم قبولها استخدام الوزير ظريف منصة تويتر لاستهداف تركيا عوضا عن القنوات ذات الصلة فبرأيك هل جعلت إيران من الحبة قبة كما يقال ولماذا أرادت التصعيد